نجم متألق في الملاعب الأوروبية وكان يملك حق تمثيل أحد كبار القارة العجوز لكنه اختار أن يرتدي قميص منتخب الجزائر ريان آيت نوري نجم ويلفر هامتون الإنجليزي يجيب السؤال الصعب هل ندم على تمثيل محاربي الصحراء؟ نجاح كبير حققه الاتحاد الجزائري لكرة القدم في ملف مزدوج الجنسية خلال الفترة الماضية بعدما أقنع عددا كبيرا من المتألقين في القارة الأوروبية على تمثيل محاربي الصحراء بدلا من الحلم الأوروبية حسام عوار إسماعيل بن ناصر وريان آيت نوري ربما تكون أبرز الأسماء التي اقتنعت بتمثيل المنتخب الجزائري وربما كان نوري من الدفعات الأخيرة التي انضمت إلى محاربي الصحراء نجم يتألق في الملاعب الإنجليزية وتطلبه أغلب الأندية الكبرى في الدوري الأبرز في أوروبا لكنه رغم ذلك اتخذ القرار بأن يكون على المستوى الدولي جزائري الجنسية مقدما مستويات مميزة مع محاربي الصحراء أنباء ترددت مؤخرا بشأن شعور نوري بالندم على قراره بتمثيل المنتخب الجزائري لهذا كان من المهم أن يأتي الرد القاطع من النجم المتألق في البريمير ليغ على السؤال الصعب رد نوري ربما كان مفاجئا بالنظر إلى هذه الأنباء والنتائج المخيبة لمنتخب الجزائر في الفترة الأخيرة ليؤكد نجم وولفر هامتون الإنجليزي أنه يشعر بالفخر الشديد بتمثيل ألوان محاربي الصحراء نوري الذي مثل المنتخب الفرنسي في الفئات العمرية المختلفة على مدار سنوات طويلة وكان أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوريات الأوروبية اتخذ القرار واتبع سفيان فيجولي وإسماعيل بن ناصر نحو منتخب الجزائر مستفيدا من لوائح الفيفا التي تسمح له بتغيير جنسيته الكروية كونه لم يلعب للمنتخب الفرنسي الأول في أي مباراة رسمية النجم الجزائري أكد في حديث عبر الموقع الرسمي لناديه أنه من دواعي سروره التواجد مع المنتخب الوطني الجزائري واللعب بالقميص الأخضر والأبيض لمحاربي الصحراء وتحدث الظاهير الأيسر للنادي الإنجليزي عن فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شارك فيها مع المنتخب الجزائري مؤكدا أنها شهدت نجاحا بالفوز أمام أغندا خارج الديار في تصفيات كأس العالم والخروج بحصيلة جيدة رغم الخسارة من هينيا في المباراة الأخرى التي لعبت خلال هذا التوقف للبقاء في صدارة ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 وعن تصفيات كأس العالم 2026 أكد النجم الجزائري أن كرة القدم الإفريقية تطورت بشكل كبير وأصبحت أصعب مما كانت عليه في وقت سابق ولهذا يتمسك المنتخب الجزائري بالاحتفاظ بصدارة ترتيبه في مجموعته بتصفيات المنديال بعد خوض العديد من المباريات المعقدة في الفترة الأخيرة في إشارة لمواجهة كأس الأمم الإفريقية والخروج المخيب من البطولة في الرحلة الأخيرة مع جمال بالماضي المدرب السابق للفريق وليؤكد نوري سعادته بتمثيل الجزائر شدد النجم الشاب على ثقة عناصر محارب الصحراء في قدرتهم على التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وأنهم يسعون لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية لحسم هذه المسألة وانتزاع بطاقة التأهل